السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته شاء راسي وقف تخبر الصحة بيه شلون ما اخذ ما اخذ احتياط شنو حامل رهف كمتا دقا على راسي نزليه غسم من بلاث نزلينا الطفل ما يضل ان ترضى تفاحته بوجهي ما اذبه ابني اريده تفهم ان ابني اريده ماء نزل امسحت وجهي رهف لا سوديني تبع عقل ما ظل براشي الطفل ينزل يعجبش ما يعجبش مشكلتش ما مستعد اخاطر بيش على موت طفل شنو عدنا رائد بعد ش تسويين به قاعدت قاعدت وتيبشي بس هذا ابني شلون افضط به السنين احنا منزوجين وهس صار كل مرة من تتاخر اظلا ادعي يصير حتى لو بالغلط كل مرة اتمنى تقطع وما تاخذ احتياطك بس انت ما تتخليني انا اريد طفل ما تحمل رهف ابوز ايدش عيوني انت ما اقدر فهميني الدكتور قال ممنوع تحمل خطر على حياته ليش تشيل عين قلبي قلبك تعبان وانتي وانا محافظة عليك الجسم عيني ليش تعلين قلبي بس اريده انا اموتن هو يعي صلقت بيه شوانا شنو ما تفكرين بيه وين اولي رفعت رفعت عيني وشاقت تبشي الصحت بيه لا تبشين انا سوشي انا انا كلب ابن 16 كلب حيوان ساقط هيش من يومين ابوية قومي وياي قومي ما اريد وين اروح قومي قتلش لا تعانين هس اخاب عباس التفق ويا الدكتورة زينة اخذش الها وتنزلي ما تقابلين ما تبقين الطفل على جتي والله ما اريده والقرآن احرق روحي لو جبرتني انزله ما ابقى لك دقيقة وداعت امي ما ابقى احرق روحي استغفر الله وليش رهف نارية الجلطيني وليش قلبي راح يوقف والحسين اقلها هي موتش شبيتش فكري بيه بنا فكري رائد انا اريد اخسر بعد فكري بيه دفعتني وقاملت الصيح وتبشي فلا اوعي ما ادريش تحتي ما تحبني وما تريدني اصير ام على صوتها اجا رائد يبشي ويباوع علينا عمره العشر سنوات راحت له وتبشي ويمسح وجهه وانا قاعده لازم راسي احسه راح يطق من قد ما الضغط فول مساحة دموعي نتر وهي تبشي وتباوع علي بس اسكت لا تصيحين على الولد ما لك شغل بيه لا تصيحين رهف لا اشق انحقج بالقندرة والله ما تهمك مشاعر ولا يهمك اصير ام وما تريد احد يزهجك وياخدني منك اناني كل اللي يهمك النوم والفراش رفعت راسي الها بخزرة شنو بوعاتلي بصدمة حست على نفسها نار وصعدت بيه كملتها لتش شايفتني منها على الابوش لا ابل يتقرب لش بعد بالتلك دفعتها وده اطلع وشان اسمعها تصيح على العرائد وتبشي بصوت عالي كافيا على الابوك يا بجابك كافي سد حقك ما اريد اسمعه اسمعك تبشي ابن الحرام حجة هيج نار وشبت بضلوعي وجبت اعصابي كان اروح لها اجرها من شعرها وصرخت بيه عفني حقير وخم عني الله ياخذك وخم فغادت شبعتها كاتل ما ادري ش صابيه بساعة دم مامتها وتبشي وتصيح ولا اهتميتا على الابوش وشابه يدلللش طلعت عينيش قمت تتجاوزين وتكتلين ابنت لش جبته لش لحمة ودم قليلة ابن الحرام محد ابن الحرام وغيرت طائحة الحظ حتى خلفه ما اريد منك كلمة تفلت عليها واخذت رائد اللي صار ازرق من قد البشي وصيح يريد اعوفه صحت بيه لا تقول ماما لا ابتلي بيك سكت ويشك اخذتها وطلعت من البيت ابطلعت الخشمي التقديم اباوالة خايف طلعت وجهه احمر اثقل اثر اثر من كتل لكتل خزرتها وشيلتها اريد اطلع بلزمتني وين ما اخذ ابني دفعت اولي من وجهي توجد قليلة ابن الحرام هتسا صار ابنج وولي من خلقتي راح رجع للميتم مو كفو تربية انتي روعت له روعت له مد ايدي الها اخذته وطلعت صاحة حرب ابني رجع وين ما اخذه حرب حرب الصيح صوتها صار بشارة فضحتنا رجعت له نار وشبت بالضعي قاعدة بالحديقة وشعرها متملق ووجهها حالتها حالة قومي ناري اتفرحيني قومي لا اكثر راسك قومي فوتي جوه لا ادوس ببطنج ببطنج ابن الحرام مو ما اريد ابني جيبه ما تاخذه شمرب نفسه عليها دفعته الحظني وشلتها من ايده ودفعتها جوه البيت صوتك ما سمعه الحسين ابني حرب درته اطلع رائد صراخ درت اسكته كان اشوفه واقع واقعه اتخبلت رهف نزلت رائد هو يصرخ ويبطنج 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 اخرتها وشلتها حال ما ظل عني رائدت توقع مني كان ينغط ينقدم بلقاع ظل يفطر ظل يطفر رائد وصيح ماما بوعت بلقاع دم واقع شلتها وركضت بها المستشفى طول الطريق رائد بس يفشي ويشهق اصرخ بي يزيد اكثر انتبهت بادت روحي خابرت حله يجي في عباس ويجون وراي لهناك وصلت المستشفى شفت عباس جاي بسدية نوامتها ركضوا بيها عباس ملتها برائد الى اللي قلبه المستشفى قلبه بصريخة هو يصيح ريد اموي قعدت بلقاع مهدود حالي قعدت شقد تعبت به اليوم ما عندي غير رهب رهب كل حياتي اشلون اخسرها اطقن واموت والحسين جاني عباس شايل رائد هاده ويبشي بسكوت ويبلع ريقه يناشط اخدته اهدي وهي وهي ويصيح مامو بابا اريد مامو عافية هس حبيبي مامو هس تجي لا تبشي اشتريلك نستلهز راسه ويجي وبشي بحضني طبطبت على ظهره هو يبشي ما بطل بشي عباس شوف الوضع اهو مو حيل ما ظل عندي هدي بالك برائد ان شاء الله ماكوشي تعال اقيت رقبت عبني ام عود شوف المورا هسا لا تخاف بي يمهس دكتورة نادية هسا ماكوشي ان شاء الله قعدت وقلبي راح يوقف وراسي الطبل ورائد ما عارف رقبتي يمشل بي اخايف لزميني عباس شايل رقبتي عميشيني هذا وعي وعلي لو ما جايت شانت ضقت تجلطة موت يكفرني بس فضاء خلي تطلع بها باستغفر الله خلي اجيب لك أورا واجي اشوف الاوضاع هزا يتراسي بابا عوفني تعال اقعد هنا انا مالي حيل عصبني بالزايد خنقني لك خرب عفت على راحته تعبان وافكر بيه او ادعي من الله نازل الطفل اكثر منها اتمنى الطفل رغم اراد ما بغصر موكو فرغب بس احساس حلو من يصيب عندك طفل من لحمك ودمك وثمرت حبك من الانسان الذي يحبه قلبك بس مو بيده بيد رهفة تسوى ميد جاهل عندي حياته اهم كلشي ورائد كافي عندي نعمة خسرته واي وما اريد اخسره جاينا عباس بيده المغذي ها عباس باوالي مرتق حامل هزيت راسي حرب كلش زين تعرف المرض مرتق والحمل موزين عليك شبيك تخبلت صارت بعد هس اريد تنزله استخدال الله يا ربي ولا ما اديش احتي وياك على ما تتمنى الذهرية وانت اذبها حتى حرم زين حد هي مو نسفت ليش ما صار اسقاط ينسفت بس بعد الطفل نفضه ضعيف بل كي ينزل حرب شبيك متخبل بوعدت للدنيا طالعه من عيني اخسر الدنيا والبيه وما اخسر رهف هز راسي مرتك ما جاي تقبل ودقه رجل بل ما نزل الطفل غزبا عنه تنزله شنو بكيفها اشيق حليقها ولو فكتها والحسين مو هدشي الحدشي ابو رايد ادخل الها واحشو عادل ازلت راسي ودردم دق رجل ما تنزل الطفل مو انا اعلمها شلت رايد واخذت الغرفة مالته وشو هو شافه وركض له هو يصيح لها ماما فحكت له تعبان شكلها تعال ماما حبيبي انت ابني وحيدي ماما انت مريضة لا حبيبي اش تعال اصعد يمي ظل يطفل ويريد يصعد باوعت له باوعت لها باوعت ولعبالك موجود شلت وانطيت الها تملت اضح اطخة باوعت لي بخزرة ما شكو دارت وجهه واخذت رائد تعبه وتضحك وتبوس وعرفتني محترق صحت كافي شنو ما شايفتني حتى هلقيت تبوسينة ما جاوبت تنرفزني وهي تبوس بي اكثر باوعت لي صحت بي باوما مريضة على اليمي نزل نثبت بي عوفا ركزت بعيني ذبل كل شي بي خرب حظشت لعبين لعب بي بنظراتيش رحب ما جاوبت رحب حبيبتي بنتي طفلتي والله خائف عليك ما يصيب بي اشي الدكتورة قالك هزديت راسي هيش تقولين كل اللي يهمك النومة ولقراش هزي هستيني حيوان ما قصدي شبيك شبيك ليش تتخبلتي هاتشي لعدة تمد ايدك علي وتكسمني اصلا تغيابت انت مو مثل قبل بسبب كبدت اخسر صفلي شفتني اشلون خفتي تشا بويه اشلون تقولينه باعد ابن حرام وتغلطين وتغلطين عليه وعليه لا لان مو ابنك مو ابنك لان هو مو ابنك بيتشت وحضن تغص اصابت وحشيت انا حبا ما ادراد ابني وعلى ربيته هو مثل حياتي نعم الله عليك با بعتيني انتهم حياتي ابتسمت لا اراديا نزل نزلي في فدوة اروح ليش عبالج ما اريد منيش طفل لا وحق الحسين موهيش بس انا خائف عليك ما اريد اخذ بيش على موت جاهل واو اعتراء ادنا مع صدرها مثل كلمة ينام ويلزم ناخدها لوم ملابسها من ناحية صدرها ادري بي كلش متعلق بيها ويحبها لدرجة لو قاعد من النوم يدور عليها ولو شابت يبقى بالنص ساعة لازم دشداشته ما تخسرني الدكتور قالت اكو امل باتش من الصبح رايح الدكتور تيتش والدكتور نادية زينهم اشوف شا تقول هم بعد اشتردين الصدق يعني لو ما يصير الشي اتخلي هزيت راسي وباوعت الاش عندي غيرتش تنشل ايدي المدية ها عليك باوعت لا تمسح وتبوس على راسي ما جاوبتني لازم اتقيد هل ضحكت شبيك؟ لعبي بشعبي مو بس هو اضحك شلون وي الغيبة احنا انشبي ولعبي بشعبي احبك حروبي اضحك والله اخرب ضحك ولي حروبي يا بعد روح حروبي واهله رفعت راسي عيني على شفايفه اقلتش ها باوعت محد اقول رجعت باوعت شفتها مشتاق طعامهم اضحك عيب مستشفى مو هي حلاتها بالختلة دفعتني وتضحك عزي واخر عيب لا بالله الا اروقهم اليوم يبو حروب سحبتها وضحكت وضقت العافية بستها دفعتني كافي اضحك احبك ابوك ابوية انتي اموت عليك احبك اشيل هوا انا من مكانه يبو حروب شبيك متوازي مستشفى يوم الخميسة الساعة بالسبعة من صباحا اخرتها وطلعنا للدكتورة مباشرة من بعد ما اخرت رائد البيت حالة قضيت الطريق خائف ومتوتر وعصابي تعبانه واشوفها لازم ابطانها وتمسح فيها فرحانة ما ردت اكسر فرحتها وخليتها براحتها كان الطريق الدكتور بعيد وبسبب ازدحام الطريق اطلع من الوقت الاجل ما تتعب بالطريق كل شوية وقالت حبوبي اتمنى تيجيني بني اريدها تشبهك نسخة اضحك الابويش يسوي بها مثلي لان احبك احسا تطلع تشبهك نسخة لان احبك احسا انا اش هقش يوما تدوى ماماتي تسمعين بابا شنه يحجي باواتلها ورجعت عيني على الطريق انكسر قلبي شلون يا ربي اختبارك صعب لحد ما وصلنا لعبت لعبت هوحي طقعت وصلت للسيطرة صحت بي ترى موتو موتو العالم مو هجم جاوبني انزل مسابلك مو اذا انزل لي تكتبلي على عمرك طلعت الهوية دكلي تحيي ااسف سيدي قوم قوم بواجبك ترى شفتك قاعد تضحك تتضحك ومبقي العالم محتر كامال كلون مرضى ناس تعبانه جو يكتب تعرف شي سوي بيك اذا مو ارفع بيك مطالع قاتل سيدي يلا ابني شوف شغلك ولا الزغلط عرفته ومشي سألتني ليش هدثته ما شفتي شون مرته وعايف السرع وشطوله اكو عالم مرضى يدرس هذا الطريق مستشفى هزت راسه وبوععت لي بس تدري انت هيبة هيبتي وكشختي انت يبو 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 على قلبي اش يصير بي وياتش ارهيفة اضحك احبك عيونة بهيفة انت اخذت ايدها اخذت ايدها وبستها ما عندي غيبتش انا غيبتش غيرت نفسيتها اشتاق شاقيها واضحكها كل شوية او نخليها بالسيارة كل طلعها طلعها هي ورائد نساتل وحلويات اخاف الضوج وتملو تجوع بالطريق تطلع وتاكل علمتها وتعلمت على هذا الروتين نسني وصلنا للدكتور تشان الزحام يخنق قاعدتها وطلعت براه بس عيني عليها تبقى وعلي كل شوية تبتسم وترجع تكمل سالفتها ويالمرال اللي بصفها حتى من سوان اغار واشيطين احد يغازلها ويمدحها هي تحظني هي تخصني وبكل شي ما حد يغازلها غيري اشتراء شبتها تطلع اجتني ببتسمة قلت لها وانا اسجمها وصلنا رايحان ويدحرك يا وعلي حرب اضحك كافي شنو محتاج عشي يا حبيبي لا عمري بس جيتي بس جيتي ما اكلت بس حلويات تجيب لي شي تاكل يا صراحة وعيوني تاكل بعيونها ميت بيه اي مش تهيه طبش احمر ومخلى اللي يمون لونه اصفر اوف شنو هاي بعد بويا قتلتش اكل شنو صعدت الحموضة عني اضحك انت شعليك صعدت عندك مادر اضحك بس امشي وياي عن ما يصير دومني ماشي اخذته وقعدت اتعفرها بالسوق هاي عود رايحنا بس انا متاكل ما خلت شي ما تشتري ورائد لم دللوا الاول عدها حتى تهتم بيه اكثر مني وصلنا محل ملابس نسائية ما كان احد بي دخلنا حرب وغف ببا لا اريد اشتري ليج على ذوقي شو الله عيب اطلع شنو تشتري اخو ماكو شي انو بيحكيها بالعلن واضحك والله ما تستحي هس سكتي انا عاجبني دي الله انفوت دخل انت اشتريت لها وهي خلطك ضحك الفطيرة بوعي الهمية اضحك ومغطي وجهه طلعتنا مشينا شوية كان اكو محل طب شو خلي المخللات حفظت اسمه كثير ما رددته رددته رهف صحت بيها كافي بوعت لي وعيونها على الطبشي عبالك شايفه شي حلو اخرت لها من كل نوع تخبلت عليه خلتنا نوبة في المطعم وقعدت تاكل ديتون اسود حامو قطع العب نفسي وهي ماكو تاكل بشهية وتبوعلي وتضحك جيف لعبانه نفسي كملتها كملتها تشيص طبشي ويا الله شبعت وكل شوية اصيح بيها وما تسمع الكلام اطلب ليش كباب شي تاكلين خو ما تبقين على هاي الحموضة ايه اريد لفت كباب وعليها خل واترسها طرشي شنو هاي النوبة لعبتها نفسي خرب بليسج حباب استغفر الله ايه بس تمات خلين خل لا خل مخاف يطلع بالطفل يعني شنو يطلع بالطفل يجي خلي بمكان الدم لو شنو لا يطلع برسوم بطل خل خلب براس هزيت راسي ورحت طلبت لها واجبت لها ظلت تتغمس اللفة بالخل وتاكل وهي فرحانة انسدت نفسي ادري صدق تحجين ولا مرة شفتتك بتاكلين هالتلاوس هارا اضحك شبيك هتقيا اضحك سكتي يابا لازم نفسي قوة والله لو قلتي بطني تأذيني العنوار ديش اضحك ما اقول اصلا احبه بس كل مرة اجيب لي هزيت راسي فضيها وعلي صعد الجالي عندي بقيت قاعدة بغت قاعدة وانتظرها اتكمل ومستغرب اشبيها متخبلة وما كملت خابرة السكرتير وقالت دورنا بعد ثلاثة اشخاص عاد اخذتها ورجعت قاعدنا شوية وتالي صار دورنا ودخلنا للدكتور قاعد يحكي اياها بخصوص حالتها وشاف التقارير والفحوصات وقال بابا انتي ممكن تحملين بس شوية خطر عنك واعطت لي وقالت بس دكتور انادي المستشفى قالت اكو نسبة نجاح اي بابا صحيح تقريبا 40% بس خطر موجود وتعرفين ولادة يستصر بها تسارع بدلقات القلب وانتي من الاساس عندش تسارع فخيلي تشيصيها اوفاعت راسيا باوع الها وهزت اهزن راسيا وباعد دكتوره صمام من قلب نوعا ما بها مجال تتحمل بس المشاكل ما نتركزها فقط على الولادة شاشنوا عيني عليها كصاحب قامت قامت الصبعرق يضغط الحمل على القلب وعلى جهاز الدورة الدموية اثناء الحمل يزيد حجم الدم بنحو من 30% إلى 50% على مدوفر التغذيل للطفل للجن ينمو مضاخات قلبك الضخ ونزيد الدم كل دقيقة ونزيد ضربات القلب وبعده بصورة عامة عملية المخاض والولادة ايضا تشكل حمل على عمل القلب خلال المخاض وخاصة من دفعين الطفل راح تصير لجنة تغييرات شديدة في تدفق الدم والضغط يستغرق يستغرق الأمر أسابيع عديدة بعد الولادة على مدتوجع مستغرات الضغط على القلب إلى المستغرات التي كانت عليها قبل الحمل زين الدكتور هي سبق مصري عملية يتقلبها فعضة أمراض القلب وخاصة تضيق الصمام التاجي أول لصمام الأبهر يمكن أن تشكل مخاطر تهدد الحياة للأم أو الطفل الاعتماد على طرف التطلب بعض الحالات للقلب وعلاجات رئيسية مثل جراحة القلب قبل محاولة الحمل وزوجتك بسرعة عملية بس رغم هذا أكو خطر والخطر أقوى من الأمل بينما ها مجال بيها مجال للعلاج فززني صورتي يجيها بسرعة روعتها تبكت هز راسه وضام شفتها بحلقة وقال حتى العلاج المخصص للغير ممكن يأثر على الطفل خصوصا أخذ العلاج بداية الحمل لسبب ممكن يسبب تشوهات للجنين سين شلون بهالحالة؟ دام هي بعدها بداية الحمل يمكن خيارين أما الخيار أما الإجهار أو تبقى تراجع طبيب اختصاص طب أمومه والجنة مختص بالحالات الخطأ يعني مثلا أكو علاج كانت تأخذها قبل الحمل ما يصير تأخذها بالحمل وكو علاجات تضبط مسترنة ضرارات القلب بنفس الوقت وتضعف نبضات القلب للجنين وممكن يصير بعدها ضغط حمل ضغط الحمل يصير نهاية أشهر الحمل إضافة إلى الحمل تحتاج للمشي والمشي يسبع دقات القلب استغفر الله وشون نرز ما قلت لك أما الإجهار أو تتبعون مختص هو يرتب الأمور لكم بهم مجال العملية القيصرية من الأساس زوجتك ممنوع تولى الطبيعي والدفع يرفع من دقات القلب غير الأوجاع والألم والتغلصات تنهك قلبها زيان ماشي والأربعين بالمئة شنو الأمل والنجاح أولها تابعون الحمل من البدايته لحد نهايته ثانيا تخلون كل أسباب المخاطر قدامكم تتبعون الأخصائي خطوة بخطوة وعندي صديقي أتذكركم دكتور شاطر إضافة إلى الامتلاع من عند الجمع نهائيا طول فترة الحمل لحد أربعين للأربعين نهائيا ليش مخاطر خصوصا للعلاقة وتكون الأمور بطبيعة الجسم تزيد دقات القلب وترفع حرارة الجسم وتزيد نبطات فيما ببالك قلب زوجتك ضعيف والأكلات التي تسبب ارتفاع الضغط والسكر جميع تمنع عنها وإن شاء الله محلولة متأكد دكتور إيبنيو هاي التقارير أكتبها لك وعرضها على أشتر الأطباء بالخارج وشوف صحة كلامي دكتور ندرا علي لو كلامك صح ومارتي ما ينصيب بها أوديك عمره على حسابي يعني أكو نسبة نجاة أضحك عبي مثل ما قلت لك وهي كتبتها هسا وشوفها وتجعلي وإن شاء الله أكون عد حسن ضغنكم برعت له وعيونه عيونه تلماء من البشي وصار الأبيض أحمر بينهم حجي دمعت عيني ودبت وجهي على الدكتور هو يكتب صدري نار ويخنقلي قلبي رعي ينفجر من الفرحة معقولة يا ربي طلعت من الدكتور وهي تبتشي والأزمة بطنها كل شوي أصيح بيها لا تبتشين كافي قلتش فرحانة حرب والله فرحانة أروح في دولة طولش بنتي عمري أنت أخذتها بوجهي للدكتور ذا بيتها وخبر الدكتور كرستال من لبنان صديقة الزيتلة كل التقارير وكل الطبيب وكل شي خاصة انطاني أمل جديد ونفس كلام الدكتور بضبط دسد على الدكتور بغداد خاصة معروف الفرح عملت روحي وقلبي من اليوم انخلقتت لي حياة جديدة أفضل عناية هيئت لإلهي وأحسن دلال ويجي لي كل شي من أفضله ومن هنا اشتريت بيت بغداد وانتقلت إلهي وبيومها من خوفي عليها حجزناها الضيارة وطلعنا خفت عليها من بعد الطريق بس خبصتني بأكلاتها ونبقى أنا ورادة مباولها رائد ساعة خشمة وأنا لازم بطني ساعة مرقت فاصولي وروب تخبطهم سواء وتأكلهم ساعة رقي وروب وطرشي وتخلي بالخفزة وتاكل ساعة تقرض تربو وساعة تطلع للحديقة تاكل وخبرت ثلاث مرة لحد ما استقرت حالتها بغيت بغداد أراجع وياها وانتقل انتقل عباس وياياي لبغداد ورا شهر ان انتقالي لو انا اخذها لو انا اخذها لو حالة اختي دريقة مرة تتأخها على الموقع لموقعت الموقع تلفون علاجها الحباية لو انا بالدوامة خربها اخذيها أكلي صحي أكل صحي وتمارية خاصة وشلت أبعاء وأصور البطنها كل شهر وشتون تكبر؟ وبدت بطنها تكبر وكل يوم يكبر أملي وشوقي وانتظار ثمرات حبي